هرمون اسمها لمسمة طبعا اول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشركة اسمها هرمون باريس ولكل عطر هناك مسمة وله معنى طيب انا مثل موعدكم راح اتكلم عن العطرين او اكثر عطرين اعجبوني من عطور الشركة لكن قبل لا ابلش اتكلم عن الوليفر سبري عندي اثنين منهم واحد اللي هو ميلاتونين هذا اللي يسلمكم هو قريب وايد من عطر لورينزو العطر المشهور اللي ريحته باودرية وبصراحة ثباته وفواحانه جدا ممتازين بس طبعا اشوف انه نسائي الثاني اللي يسلمكم ميلاتونين رقم 4 اعتقد هاي 4 اصحون اذا انا غلط هذا اللي يسلمكم رايح على خط اطور من مثل تاسكن لاذر وديان لندن اومبري لاذر العطور اللاذرية لكن فيه لمسة فاكهية شوي كذا في الاطر مادري ذا مذكورة ولا لا اموما اللي سوى العطور كلها للشركة هو العطار العالمي شادي سمرا طيب الاحين اتكلم لكم عن العطرين اول عطر اللي يسلمكم هو قابا قابا هذا اكثر عطر يمكن عليه صيد في الشركة والناس تحبه بشكل عام العطر هذا اللي يسلمكم مش شوي كأنه ما اخذ خط عطر قانيميد ولكن هني متوجه للريحة الفروتية ما اخذ البرتقال مع المندرين في الافتتاحية ودخول اللافندر في العطر وكذلك اللمسات الزهرية الواضحة في قلب العطر تعطي العطر نعومة اكثر وسهولة اكثر في الاستخدام طبعا الامبروكس الموجود ولكن في العطر فيه كمية من اللمسات الفاكهية والزهرية اللي تخلي العطر ناعم اكثر واسهل الاستخدام العطر الثاني اللي يسلمكم ما عدا حلله فعليا العطر اللي يسلمكم اسمه اندورفن واندورفن هو هرمون اكستسي هرمون اكستسي اكستسي والله ما ادري اعتقد لها شايف السعادة عشان ما اجي بالعدبة تأكد مرة ثانية اوكي قرناها اكستسي مي بلاي تو اني سترونج اموشن اوف جوي فير رينج او ادور فممكن تكون سعادة ممكن تكون غضب لكن شعور قوي جدا فاندورفن باختصار خلكم من الرسالة اللي ورا العطر الريحة اللي في العطر هذا اكثر عطر احبيته لا وازني صراحة لانه فعليا مرات الشم ريحة معينة مرات الشم ريحة معينة فعليا مرات اول ما ايرشигр العطر احشم ريحة البانيليا وتكون وائد واضحة في العطر ولكن هذه البانيليا المستخدمة في عطور مثل مش هرماني كود شなた öz هرماني كود نسخة الفانيaps ت visão عالい Yongeng بطريقة بودرية احس اني احشم هذا الفانيليا مرات احس اني احشم ريحة البانيليا الموجودة في عطر الاني انا اى أنتكلم عن الريح اللي احشمها بشكل عام مش للضرورة هي المكونات المستخدمة مرات أحس بهذه النوع من الروائح مرات أحس بريحة تفاح حاولت قد ما أقدر على كثر استخدامي والله في العطر حيث كل استخدامي أنا على كثر استخدامي في العطر قاعد أحاول لأن الريحة اللي قاعد شمها كأنه امتزاج بين الروائح مرت عليك في حياتك ولكن ما تقدر تقول هذه الريحة ذي بالضبط فعرفتوا مرات حسيتها أنا ريحة أبل بلند ولا أبل براندي من بايكيليان ولكن ما في شيء واضح 100% أقول أوكي هذه الريحة لأن هذا العطر ريحة التفاح الأخضر فيه واضحة جدا فمرات أمكس العطرين مع بعض فيعطيني تمازج جدا جميل ولكن بشكل عام عطر اندورفن هو أكثر عطر عجبني من عطور الشركة جميل صراحة وأحب التمازج اللي فيه بين الروائح وتقلبات العطر هذا عطر من العطرات المتقلبة بالنسبة لي طيب أداء العطور وفواحانها بشكل عام من الشركة يعتبر ممتاز عطورهم ثابتة العطور الثانية للأمانة ما تكلمت عنها لأنها ما عجبتني بصراحة يعني هي أذواق الناس أذواق فيه ناس حبوا عطور من الشركة واذكروها أنا عن نفسي أكثر عطرين عجبوني هم هذيلة وكذلك هم اللي ذكرتم في الفيديو أتمنى أني ما طولت عليكم وأتمنى أنكم استعملت معاي ولو حتى شوي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر